اعتباراً من الحادي عشر من فبراير المقبل الحكوبة البريطانية تعلن إلغاء فحص البيسي آر للملقحين بجرعتين ضد فيروس كورونا القادمين إلى المملكة المتحدة جراند شابس وزير النقل قال في كلمة له أمام مجلس العموم أنه بعد أشهر من تطبيق إجراءات مشددة على القادمين إلى البلاد حان الوقت لإلغاء كافة القيود للملقحين فقط وأشار شابس إلى أن قرار الحكومة البريطانية يأتي تشجيعاً لعودة حركة الصفر إلى ما كانت عليه سابقاً وللتوفير مادياً على العائلات وأسرهم من تكاليف إجراءات مثل هذه الفحوص وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة صحة البريطانية الاثنين تسجيل قرابة ثمانية وثمانين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وستة وخمسين حالة وفات مرتبطة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية